مساء الخير والدمال يا رب يكونوا كويسين وبخير يا رب احنا النهاردة بكمل البرنامج بتاعنا برنامج البروجيكت حلقة 43 تحت مسمى مشاريع صغيرة بتوسطها للشباب رواد الأعمال احنا مضمون الحلقة تاعتنا النهاردة مضمون جديد ولزيز فعايز الناس يا جماعة تركز معيش موضوعنا النهاردة Herbs Roof Farming أي بالعربي مزارع أعشاب بالأسطح مزارع أعشاب بالأسطح وعايزكو تأندرلين الكلام مش فاكهة مش خضار لا أعشاب وفين في الأسطح طيب ليه أعشاب وليه أسطح الأول تعالوا نتكلم نقول ان الأعشاب بشكل يعني إذا استثمر فيه بشكل كويس مثل الزعفران وأنا ما قبلتش حد بيزرع الزعفران هنا في مصر أو بيعمل حاجة بالرغم من الزعفران الإيراني أو الزعفران الكويدي بيوصل إلى 65 دولار يعني تفهمين يا جماعة يعني احنا بنتكلم في جرام عشاب أغلى من الدهق وأغلى من المعادل النفيسة الأخرى بلس اختياري للأسطح بأن النهاردة أنا مش هزرع فكهة أو خضار الزريعة نفسها أو الشجرة نفسها مش هبع عندي وزن مش هبع عندي تحميل على الروف أو على السطح لا موضوع جميل وخفيف ولذيذ أنا أعلم أن أقول الزعفران ولكن أتحدث عن الأعشاب هناك الكثير من الينسون هناك الكثير من الاختار ستجد الهربز مجالات كثيرة ولكن سأخذ المثال مثل الزعفران هذه المضادة مزاية ليس كوستي يعني لا يوجد تكلفة تقدر تعمل هذا المشروع وتحسب المكاسب بناء على المتر المربع الذي تزرع فيه يعني على سبيل المثال ممكن تعمل الكلام في بيتك ممكن تدخل أصحابك معك في الموضوع ده كله في الأسطح بتاعته يعني مشروع متكامل ما بينك وبين الناس تقدروا تعملوا حاجة كويسة مجفوش ودع دماغ كتير بمعنى أنت ممكن تختار انت ممكن تبتلي تزرع من غير تربة أو ممكن تعمل الموضوع ده من خلال قصاري ومن خلال الزراعة التبعية وزراعة احنا عارفينها اللي نعايز أقول لحضراتكو أنا ما شفتش حد في مصر بعد الدراسة وبعد بحث كبير بأن الموضوع ده الناس بتعملوا للاكتفاء الذاتي يعني أنا ما يعرف ناس في جنائينهم وفي أسطحهم بيعملوا حاجات لتلبيط احتياجاتهم بس حاجات الطبيعية العالية مش بيعملوا الكلام ده مثلا في التماطي بيعملوا الكلام ده في الجرجير في الخص في الخيار وكذلك ما شفتش حد عمل الكلام ده في الهربز أو في العشاب أو تخصص في حاجة لو عملها بجودة محترمة جدا جدا يقدر يجيع بيع محترم ويقدر يعمل فلوس من قرر الموضوع ده على سبيل برضو المثال أنا حبيت أخذ الزعفران وأنا بتركوا الجرام بتاعه ليوصل لكام والدع ازاي عايز أقول لكو المتر المربع مثال في الطماطم ما بين اللي موجود مثلا وتزرع على أرض في طربة زراعية ما بين انت تعمل الكلام ده مثلا في سطح أو تعمل الكلام ده تتكلم ان انت ممكن الشجرة الواحدة تعمل 20 كيلو يعني الزريعة الواحدة تعمل يعني الموضوع كويس ومحترم حاجة اللي انت بس هتركز فيها ألا وهي الحتة بتاعت المنتينس المنتينس هي سيونة المكان انت التاملة والسيونة ما قدرش اقول لك تكلفتها تبقى ديال ان كل مكان حصل ديزاين بتاعه وكل مكان حصل المساحة بتاعه ف— يعني الموضوع أنا أشايفه موضوع كويس جدا الموضوع لو ناس فكرت فيه بشكل براندينم وشكل تسويق وشكل الناس تعملهم في حكة البيزنس أنا شايف الموضوع كويس و أي تفاصيل يا جماعة حابب ان انتم تتواصلوا معايا وأكون سعيد يعني بتواصلكم واشوفكم إن شاء الله بحاجة بباية بيزنلة مع السلامة شكرا